بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات معكم المعلم زهير نتمنى بالله تكونوا بألف خير نتمنى الفيديو ورقاكم بكامل الصحة تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على الكم من هائل دي التعليقات ديالكم وترحبكم بيا ربي جزيكم بكل خير وربي وفقكم جميع أعمالكم وبتوفيق إن شاء الله للجميع كما قدرت هنا سوف نضع هنا نصف الشيء ثم هذه الغرزة الأولى يعني العوينة الغرزة الأولى سوف نضع السريفة سوف نشد هنا كذلك الغرزة الأولى سوف نخدم عادي الغرزة الثانية هذه الغرزة الثالثة سوف نضع السريفة سوف نضع السريفة كما كنت سوف نضع معكم الثالثة سوف نضع Law ثلاثة الغرز كذلك نشد هنا يعني بحالة ندير التقة ديالته وعادي كنكمل الخدمة ديالي بالمستطيل تنكون يعني الطول دياله خمسة ديال الغراز كما خدمنا سابقا ونستمر كذلك بنفس الالوان ونستمر كذلك بنفس الالوان بعد ذلك بمثالية اللون يوجد تدخل بين المستطيلات كما نستطيع أن نلتحت نفس العبار ونفس الحساب هنا سنعمل بهذا اللون الكاشيري وكما نستطيع أن نلتحت ونستطيع أن ندفن الخيط الذي سبق مع اللون المستطيل ولكن سنصل إلى نفس اللون الكاشيري يعني ما نستطيع أن ندفن الخيط بيناتهم لكي يجيني لون موحد يعني أباين في الشوفة سنجد من موحد سنكمل بحركة بإنتمت بخير لأنه باقي نفس اللون مع المستطيل الذي نقوم بالدقات بهذا هذا مهم كما نركز عليها بزاف خدمتها معاكم الى تحت ونخدمها معاكم هنا الفوق باش ما تفاجأني شيء اخت وتطبق بنفس التقنية ونفس الطريقة ودفن الخيط بلون موحد ويأتي لون مغاير كيبان بيناتهم ولهذا يعني هاتشاش كنقول لكم ركزوا وتبعوا في الفيديو الشرح ويعني والنصائح باش ما توقعوش في شي حاجة من بعد وتخدمو خدمان قية ومنتهى الدقة والايتقان عندما هكذا سهلا يعني تمشيوا بخط واحد كتخدمو غير المستطيلات تالاخير سوف يبقى ننصتوق ديالنا في الواسط كنجمعوه نفس الشيء نفس الطريقة اللي خدمنا سابقا سوف يكون هنا يعني ما كان قاش ندفن ذلك الخيط باش يجيني نفس اللون بين هاتش مستطيلات اللي كان شرك بناتهم يعني في الخدمة سافيدة بغا نكمل الخدمة ديالي عادي غير فش تكونوا يعني بين الوان بحال هكا حول الخيط يعني ما تنساوش وتدفنوه شكو؟ دبا بقي لي يعني آآ طلعه وهبطه وحده هنايا باش غادي ناخد اللون الاخضر باستاش يعني ونبدأ به نفس المستطيل ونخدموه نفس الشيء ونكمله باللون ذيال البياسة كذلك ومثال وهكذا نكونوا يعني ذاك الزواق ديالنا بطريقة عادية وبسيطة شكو؟ هنكمله دبا باللون مغاير ناخد الاخضر كما كتشوفو دبا ربحا للوقت لان وقت الفيديو ما كيسمحش باش نزيدو نطولوه اكتر هنتو ما دبا هنايا وصلت يعني اللواسات شتو هنايا في كنت ذرت السريفة ونقذت بها كنشد فتاك دعوينا فوق السريفة يعني السريفة براسها كنشدها كدقة ديال توب حال هكا كنخدم الغرزة الاولى كذلك الغرزة الثانية كذلك الغرزة الثالثة شتو؟ دابا نخدم هنايا هذا الغرزة عادي ونخدم ثلاثة بالغرز ونبقاك نخدم بحلاكة حتى نكون خمسة ديال الدقات ديال يعني اللي غندير في جنب الخدمة بهذا اللون يجيوني خمسة من الفوق وخمسة من تحت يعني يكمل لي نفس العدد عدد ممكن نخدم باللون المغاير يعني ما تغلطوش والخدمة مازال ما تتسالاتش والمستطيل مازال ما كملش في طول دياله يعني وتخدموه غادي يجي الواسط يعني ما غاديش نفس العبار مع الجوانيب ديال المستطيلات ولهذا اردوا البال لهذه المسألة هنا عندي ثلاثة دقات دابة عندي هنا يد يعني في جنب الخدمة وهنا يد تحت كذلك هذه الدقة دابة الثالثة اللي غن نخدم هذه الثالثة يعني يعني نكمل دابة ثلاثة للتحت عندي وثلاثة لفوق هكذا تكملوهم خمسة للفوق وخمسة للتحت هنتم مدى بفش هنايا غادي ندير هالدقة يرجوع عندي هنا اربعة للفوق وثلاثة للتحت يعني خاصة ندقة للتحت ولهذا اردوا البال لهذه المسألة كذلك نقطة مهمة ثم مدى بعد سوف ندير هنا الدقة الرابعة يعني هيا دابة الرابعة سوف ندير هذه السطر لكي ندير الدقة الخامسة للفوق كذلك دبادي الدقة الخامسة لدي هنا من البداية ونستطيع استخدام كذلك هنا تحت عندي اربعة دقيقات نكمل دقاء الخامسة ولكن نريد أن نرجع في السطر يعني لا نوقفش هنا ونبدأ اللون تفاهمنا يعني نكمل هذا السطر الذي عندي فيه الدقاء الخامسة في الجهة التحت هنا يا دابا سنأخذ اللون المغير ونخدام به نفس الشيء خمسة دقيقات سيأخذني للفوق وخمسة دقيقات التحت لكي نعرف رأسي أنني أفيت يعني العدد الغراز الطول في المستطير وأنني بإمكاني نبدأ بلون مغير نفس الشيء سأخدم كما أخدمت معكم هذا اللون الذي سبق والقضية هي الخيط لكي ندفنها يعني أردت لكم هذا لكي نصل بهذه الخدمة يعني نفس اللون الذي سنشركههم في الواسط يعني الخيط اللي عندي هنا يا فوق سنرده الوراء لكي نخدم به من بعد لكي نحتاجه باللون لكي نبدأ كي نستمره في الخدمة يعني درجوش دقات دابة الفوق وعندي يالله دقة التحت كنتمنى تكون فهمته يعني التقنية والطريقة والشرح يكون واضح وكل شيء مفهوم عندكم وما تلقاوش تاشي إشكال أو صعوبة من بعد في هذا الموديل يعني بالذات كنتمنى نكون فتكم يعني بهذه التقنية البسيطة ويكونوا الأخوات استفادوا معنا كنتمنى الشرح يكون مفهوم كما ترون وصلنا لنهاية الخدمة دينا هذا هو الشكل النهائي دي الخدمة دينا كي تجي شيء حاجة منتهى الدقة منتهى الإتقان والجمالية دي الألوان يعني شيء حاجة رائعة كنتمنى إنا الإعجاب ديالكم وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش إلى جبكم الفيديو نديروا الجيم وبرتاج وكنرحب بالأعضاء اللي التحقوا بنا جدا وكنتمنى لهم التوفيق والنجاح وكنتمنى نكونوا عند حسن ضن ديالهم بنا يعني ونكونوا نديروا حوايج يعني ممتعة وجديدة ويكونوا كيستفدوا معنا واستمتعدتهم معنا وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله من معلم زوير ما تنسوناش من دعواتكم ومتجعاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة